كما أكد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعات وأضف رئيس السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار اليوم لدخول المساعدات مشيرا إلى أن هناك عراقيل من جانب إسرائيل في دخول المساعدات أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل الأكل الأساسيات شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقم تقش شكلوها بقنا أربعة شهور بالمناسبة غزة كنا بندخلها قبل كده يعني حجم النقلات اللي بتخش لها كل يوم ستمائة شاحنة ستمائة يوميا إحنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-200 و20 شاحنة طب الناس دي عايشة إزاي الناس دي عايشة إزاي بالمناسبة أنا أقولي الكلام ده ليه لأنه تقال كلام كتير على أن مصر هي السبب لا لا أنا أحاول لكم كلمة صعبة قوي أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب لو أنا السبب في أن أنا مدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة هروح من ربنا فين لا والله مصر من أعبر الرفح مفتوح على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتأدل كده وده شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان هذه الحكاية طب أنا بقولها دلوقتي عشان أسجل إن إحنا في مصر لا يمكن ولازم تكونوا متأكدين من ده وإنتوا قاعدين في بيتكم ومن غير أنا ما أقول ولا يطلع بيان من هيئة الاستعلامات ولا من الخارجية ولا من الداخلية ولا مخابرات العامة إحنا ما نعملش كده إحنا ما بنعملش كده